الرئيس السيسي أكد في الكلمة دعم مصر لحقوق الشعب الفلسطيني بالكامل وطالب بدعم القرارات الدولية تجاه القضية الفلسطينية الرئيس دعا لفتح أفاق السلام والتعاون والعيش المشترك ودعم الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وده لاستقرار وأمن وأيضا لنشر السلام في كل ربوع المنطقة وإذا كنا ننشد حقا تنفيذ القرارات الدولية وتحقيق السلام والأمن الدائمين في منطقة الشرق الأوسط فليس أحق بالاهتمام من قضية فلسطين التي ما زال شعبها يتطلع لأبسط الحقوق الإنسانية وهو العيش في دولته المستقلة جنبا إلى جنب مع باقي دول المنطقة لقد استنزف الوصول إلى هذا الحق أجيالا واستنفذ العديد من القرارات إلى حد بات يثقل الدمير الإنساني ولا سبيل للتخلص من هذا العب وفتح أفاق السلام والتعاون والعيش المشترك إلا بتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لكي يعم السلام والأمن كل شعوب المنطقة إن على المجتمع الدولي تفعيل التزامه بتحقيق السلام الذي طال انتظاره والتصدي للإجراءات التي تقططع الأرض من تحت أقدام الفلسطينيين وتقود أسس التسوية وحل الدولتين التي تبنتها القرارات الدولية وقامت عليها عملية السلام والتي بادرت إليها مصر سعيا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم